أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدور الذي توليه الدولة لتوفير مختلف سبل الدعم لقطاع الأعمال العام وأهمية تعظيم العائد من الشركات والأصول المملكة لها وذلك كون القطاع يمثل فاعلا رئيسا في دفع عجلة قطاع الصناعة وبما يسهم في النهوض بالاقتصاد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال العام خلال هذه الفترة حيث استعرض الاجتماع خطة العمل لدعم قطاع الصناعات النسيجية والمتضمنة عدة مراحل بدءا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مرورا بتحديث المصانع الخاصة بالغزل والنسيج والتجهيز